تتواصل الجهود لرفع نسبة المحترعين في الانتخابات البرلمانية في العراق المقرر إجراؤها في السادس من حزيران عام 2021 ولهذا الغرض عقد بيت الشبيبة التابع للحزب الديمقراطي الكردستاني وبالتعاون مع منظمة ستيب للديمقراطية والانتخابات جلسة حوارية لتوضيح بعض الجوانب في ظل قانون الانتخابات الجديد نحن كوبيت الشبيبة بالتعاون مع منظمة ستيب للديمقراطية والانتخابات قمنا بتنظيم هذه الجلسة الحوارية حول ضرورة مشاركة الناخبين في الانتخابات المقبلة وتوضيح بعض الجوانب حول القانون الجديد المبني على الدوائر الانتخابية الصغيرة يعتبر قانون الانتخابات الجديدة المتميز بالدوائر المتعددة أول تجربة بعد 2003 حيث غير البرلمان العراقي نظام التمثيل النزبي إلى نظام الأغلبية ومشاركة المرشحين على المستوى الشخصي والدوائر الانتخابية الصغيرة طبعا انتخابات السابقة التي جرت في العراق كلها كانوا تطبقوا النظام الانتخابي التمثيل النزبي هذه المرة غير المجلس النوب غير حسب القانون الجديد هذا النظام القانوني وتحولوا إلى نظام الأغلبية في محافظة دوهور أكثر من 800 ألف ناخب موزعين على ثلاثة دوائر انتخابية واثنتين عشر مقعدا انتخابيا لقناة زاد روز الفضائية بوارد خاز دوهور